عزيزي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في أول حلقة من برنامجكم Business is Business على شاشة الصحة والجمال بنرحب بكم عزيزي المشاهدين في خلال حلقتنا النهاردة هنتكلم عن كل ما يخص الاقتصاد والاستثمار وشركات التقصيد وعشان كده النهاردة معنا المهندس محمد علوان الخبير الاقتصادي والخبير التسويقي ورئيس مجلس إدارة شركة IPS أهلاً بحضرتك بشمعنا أهلاً بحضرتك عايزين أول حاجة نتكلم أو دينا نبذة مختصرة عن شركة IPS شركة IPS هي أولى شركات التقصيد الاستثماري في مصر شركة تقصيد بالطبيعي زي كل الشركات بس إحنا عندنا بعض الأفكار الإبداعية زي الاست باك مثلاً وزي الاست بروفت باك وزي الكاش باك زينا زي السوق بنبيع بالاست العادي وعندنا بعض الأفكار الإبداعية دي هنتكلم بعضين فيها إحنا عايزين فكرة الشركة نفسها الفكرة بتاعتها جات إزاي كلمة IPS دي اختصار لجملة A أو الجمل بتاعتها A إن جنرال يعني فكرة الشركة إن جنرال مش التخصصات اللي فيها فكرة الشركة إن جنرال إن إحنا بنبيع بالتقصيد بنبيع أي منتج في الدنيا بالتقصيد تحت سقف الاقتمال المسموح بالعميل في التعامل أنا سمعت منك جملة قبل كده إحنا بنبيع الهوى بالتقصيد أه حصل صح كده؟ أه حصل نيعرف بقى إزاي؟ أي منتج أي منتج العميل عايزه يعني إحنا بنبيع المنتج سواء عيني ملموس أو خدمي يعني لو واحد عايز يعمل عمية لزك عمليت شفط دهون عمليت حقن مجهري عمليت تجميل واحد عايز تلاجة غسالة بتجاز سخان واحد عايز كتر بيار عربيات أدوات معدات خرامات أي حاجة بالتقصيد يعني نقدر نقول كده إن التقصيد حتى طبي سكني أدوات منزلية موبايلات عربيات كل حاجة شركة IBS بتبعها بالتقصيد لأ أي منتج تحت سقف الاقتمال المسموح بالعميل في التعامل الأول يعني أي منتج تحت الحد الاقتمال المسموح بالعميل الحد الاقتمال المسموح بالعميل في التعامل الأول لا يتجاوز العشر تلاف جنيه في الكاش العشر تلاف جنيه يعني ده الحد الأدنى ده الحد الأقصى ما لم يطوأ لإضاءة الاقتمال بخلاف ذلك زيادة ونقصى طب ما معنى كده بقى إن مش ينفع كل الحاجات تتقصد لا لا اللي بفوق العشر تلاف يعني مثلا شفت الدهون والكلام ده كله دي لوحدها اصلا مش عشر تلاف ده اكتر بكثير من العشر تلاف ممكن اللي جاي يعمل ده ما احنا اقول ما لم يطرق لإدارة الاقتمان بخلاف زيالك زيادة ونقصة بالمعنى يعني ممكن يجي لي حد فرست كالتشر اوكي التقييم بتاعه عالي جدا البيع بالتقسيط عموما بيتم ازاي ان العميل بيجي بنستضيفه خمس دقيق كده بنعمل درداشة اجتماعية بيبتدي تحط عليه تقييم كل ما التقييم يكون عالي جدا كل ما ندي اكسبشنز في الاقتمان يعني ممكن يكون لحد الاقصى الاقتمان بتاعه عشر تلاف بس يخشي لي واحد دكتور جمع مثلا عايزي قصة والدمانات بتاعته عالية فرست كالتشر ممكن نفتحه للاقتمان لعشرين لتلاتين لاربعين لحد فيه نفتح على حسب تقييم الشخص في الاقتمان في اول زيارة لي يبقى لحد الاقصى عشر تلاف ما لم يطرق لإدارة الاقتمان بخلاف ذلك زيارة ونقصة ما ممكن يجي العكس ممكن يجي العميل اصلا لوليف القوي يعني مثلا مستوى الاجتماعي ما يقولش ان انا قدر ادي له حاجة فول الفين جنيه داخله متين تلتمية جنيه في الشهر مش اقدر وسط له منتج يبقى لود عليه في الاخر وفي الاخر يتعصر لا احنا عايزين ايه بنشوف وضع الشخص الاجتماعي وعلى اساسه نحط التقييم اللي على اساسه نحدد كيمة المنتج اللي يطلع له بعد الكلمة يعني اقدر نقول ان احنا بنعمل نتكلم معاه ونعرف التفاصيل بتاعت حياته ايه وهو ازاي هيقدر يسدد لنا والكلام ده كله صح كده كلمة IBS ايه الاختصارات بتاعتها لا دي اختصارات كتير نبدأ نقول ايه بس احنا انتقينا الاسم ده بعناية فائقة بصراحة يعني اول حرف من اسم شركتنا انه هو I دلالي على خمس كلمات اول حاجة حلول مالية مرتكاملة تاني حاجة investment business solutions حلول استثمارية تالت حاجة insurance business solutions حلول تأمينية وبحاجة installment business solutions حلول تقصيد خمس حاجة international business solutions حلول عالمية ان شاء الله في المستقبل ده 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 اختصار بتاع كبير اوي اه ده التدوجة تبير تفاصيل كتيرة فيها هذه دلس كتيرة تمام ايه ايه الضمانات اللي شركة IBS بتاخدها على العميل اللي هيجي يتعامل معاكو في التقصيد احنا زي ما احنا قلنا في داية الكلام اي عميل بيجي اشتير است بيبتدي يتقدم بيعمل حاجة ده اسمها درداشة اجتماعية اللي احنا بنسميها عندنا قدارة اقتمان بيقعد مع موظف من قدارة الاقتمان خمس دقائق بيسأله عن كل حياته كsocial انت مين ساكن فين المؤاهل الدراسة بابا شغال اي مامه التفاصيل كلها بعد كده بيحط على اساس تقيم التقيم ده بقى هو اللي بيحدد الضمانات هو اللي بيحدد الاقتمان هو اللي بيحدد كل حاجة يعني ممكن يجي لي شخص اسلمه بدون ضمانات خالص وهو واقف ممكن يجي شخص تاني اسلمه اقول له محتاج واحد ضامن وهو اعمل استعلام ممكن يجي شخص تالت اسلمه وقول له عايز اتنين ضامن وهو اعمل استعلام يبقى الضمانات بتختلف من شخص الاخر بحسب تقييم ادارة الاقتمان يعني لازم لازم التقييم ده الاولي دوت لازم يعني فيصالي أنا ما عرفش الشخص اللي جاي يشتري الشركة هتطلع برودك والبرودك ده في الأول آخر فلوس فأنا مش هطلع فلوس لشخص أنا ما عفوش طيب انت بقى الأموال أو الفلوس اللي داخل الشركة بتاعتك دي فلوسك انت ولا فلوس مستثمرين ولا فلوس إيه بالزبط عشان نعرف الموضوع ده لازم نعرف لازم نعرف طبعا هي شركة يعني بص الموضوع بدء من زمان جدا أنا أصلا في الأساس كنت شركة تطريب هندسي وبعد كده غيرت النشاط لشركة تقصيد لأن أنا في الأصل خارج هندسة أساسا ابتدأ الموضوع ينمو سنة 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 ابتدأ يخش بارتنرز الشركاء وبتدأ الناس تسبورتت لنا يعني التمويل بتاعنا بيجي من أكتر من اتجاه يعني ممكن بيع نفسه التقصيد يبقى تمويل لنا وده اللي هتأتى من الموضوع الباك في اللي جاي قدام شوية الكاش باك والاست باك والاست بروفت باك ما هو إلا بيعمل يعني هو اللي بيعمل تخطية عكسية للتقصيد العادي فضلا فيه ممكن تجاري بيعنا است تجاري يعني أنا مثلا ببيعني المستهلك وليكن مثلا بفائد 3% للشهر ممكن تجري تاني أو مصنع كبير يديني بفائدة 1.5% للشهر الفرق بين القمتين اللي أنا بيعطي بيها واللي أنا اشتريت بيها ده بيبقى مكسب الشركة ففي الشركة في الآخر ممكن تحل دور الوسيط نبقت شوية بقى عن موضوع الشركة إيه رأيك نتكلف الاستثمار الاستثمار المحلي والاستثمار العالمي ماشا أكيد طبعا باش مهندس حضرتك عرفت وتابعت أو بتتابع الاستثمار والاقتصاد وعجلة الاستثمار وصل لفين دلوقتي والاقتصاد وصل لفين دلوقتي ومصر بين الدول فين دلوقتي وإن إحنا بنسدد كتير ديون جدا علينا طبعا في توجه الدولة الحالي ودي الأساسيات والاكتفاء الزاتي اللي الرئيس طبعا عايز يوصلنا ليه داخل جمهورية مصر العربية إن إحنا ما نحتاجش دعم ما نحتاجش من بره مصر إن إحنا ناخد من دول أخرى الكلام دا كله طبعا كحضرتك طبعا يعني أكيد قامة في الاستثمار حابين نعرف وجهة نظرك في هذا الموضوع مصر الله هو موضوع معالجة الدعم اللي بيعمله سيادة الرئيس هو موضوع وإن كان تطبيقه على الناس قد يكون قاسي إلى حد ما كبير بس أنا شايف إنه هو سياسة لون جون يعني هو خطة بعيدة الأمد يعني يعني هو بعيدة المدى آه بعيدة المدى تمام تمام هي الموضوع كله إنه هو مش بيوفع الدعم يعني أنا موجودة نظري إن سيادة الرئيس مش بيوفع الدعم لا هو بيعمل معالجة للدعم يعني هو بيعمل معالجة للدعم بمعنى إنه هو بياخد الدعم من غير مستحقي عشان يوجهه المستحقي زي موضوع الإسكان مثلا اللي هو بيعمل إبراج ويسكينها يدي شقة للشباب وزي موضوع برضو ان هو مثلا بيرفع الدعم في التموين مثلا عن ناس اللي دخلها عالي فهو مش بيرفع الدعم كلية ده من وجهة نظر انا شايف ان هو بيعمل معالجة للدعم بيعمل بالانس الله يستوى توازن في الحالات الاجتماعية داخل مصر بس يعني هو بياخد الناس اللي هي واخد دعم بزيادة ومش مستحقها يحاول يغطي به الناس الكثير اللي دعمها اصلا اللي هي محتاجة فعليا دعم يعني حجم الشوء اللي في الفترة الاخيرة اللي تلعت طبع وزيادة الاسكان او الكثير كبيرة جدا وبتكاليف مالية عليها جدا يعني انا طبعا اعرف ناس شخصيا واخدين شوء في الحاجات دي موضوع الكهرباء لما تعملت بالكارت وموضوع قصي جدا ماشي بس لو جتي بصيتي هتلاقي ان هو بيوشد الاستهلاك اكباري بالزبط لو جتي بصيتي برضو ان لان احنا كمصرين عندنا شوية نقدر نقول يعني في نسبة كبيرة عندنا اسراف في التعامل في المياه في الكهرباء احنا بنحب نصرف قوي يعني من ساعة ما موضوع الكهرباء ده تعمل ممكن تلاقي الناس بتبص على لمبة بتبص على لمبة يعني قبل ما يخرج لازم يطفي النور يعني مش عارف ايه سيادة الرئيس وان كان الامر قاس شوية بس انا شايف انه هو بيجبر الناس على الترشيد بيجبر الناس يعني هو كده يعني رول اه بيعمل رول هي صعبة في الاول بس لو احنا قدرنا نستمر عليها هيبقى الموضوع في مصلحة الجميع لان حجم الطاقة اللي بيوفر حجم الطاقة الكهربية اللي هو وفره بسبب موضوع الكهرباء ده الناس كلها بيتعنيها على العددات بالزبط والناس كلها بيتعنيها على الكهرباء الناس كلها بيتخايفة على الفلوس اه طبيعي جدا انا ما كنا عارف ان اللمبة اللي هتتفتح دي هدفع اصدقى الفلوس انا هو مطفيها بالزبط لأ ومش بقى ايه كمان مش مش في بعيدة مش في بعيدة المدى لا ده في ساعتها يعني انت لو استخدمت الحاجة كتير هيحصل يعني دي حاجة على فكتة بتعدل سلوكنا تمام بزبط يعني بتثبت سلوكنا لان احنا سلوكنا فيه اسراف وحتى روه افتواضنا ان فيه ان الحاجات غلت شوية فهو بصواحة خلى اللي مايشتغلش غصبين عنه هيشتغل يعني حتى اللي بيشتغل وغضية بيشتغل اتنين ما هو كده اقبل الجميع العمل ما فيش حد هيقعد في مصر فيش حد هيقعد الموضوع انتهى يعني دي بتزعل ناس اه الموضوع انتهى موضوع انتهى من زمان انتهى بقى كشركة استثمار وشركة تأسيض استثماري والكلام ده كله فيه بمشاكل بتواجهك داخل الشركة بمعنى يعني ايه المشاكل اللي بتواجهك داخل شركتك فيه الامور المحيطة بينا دلوقتي او بسبب الامور المحيطة بينا دلوقتي لا اه يعني نحدد المشكله عشان ق galera انا إجاوب عليها بس يعني انتهى اي مشكلة بتواجهك داخل الشركة لا اكيد مشاكل كتير طب ما ده سؤالي وسببها الظروف الحالية دلوقتي بتاعت الناس زروف الغلاء مثلا؟ زروف اه مثلا لا زروف الغلاء دي بتقابلنا مشاكل عكسية يعني ايه يعني كل ما الغلاء يزيد كل ما الناس حاجتها للتقصيد بتزيد جدا فبالتالي حاجة الناس للتقصيد بتزيد بالتالي عدد الكست موز اللي بيكونوا محتاجين التقصيد بييري ترفع سقفه قوي فبالتالي بنحتاج سقف تمويل كبير بنحتاج بضاعة اكتية جدا ده من ناحية الحالة المعشية جدا كل ما الناس بتضطر انها تشتري تقسيط لو ركزنا في الفترة الاخيرة هنلاقي ان معظم شركات التقسيط الكبيرة ما فتحتش في الفترة الاخيرة يعني بدون ذكر اسماء ولا نسكر عادي مش مشكلة وما كلها شركات محترمة معموما يعني بيتك سريلا روز مشروعي درايف كل الشركات دي ما فتحتش الا بعد 25 يناير لان حاجة البلد كلها للتقسيط اصبحت ملحة الناس دلوقتي بتقصت الرحلات الناس دلوقتي بتقصت العمليات الناس دلوقتي بقت قصت النفس لان حاجة الناس للتقسيط دلوقتي اصبحت ارجنت الشركات كلها اتجهت للتقسيط البنوك كلها بتقصت مفيش حد يعرف في قصت الا وبيقصت لان الكاشف روما عن الناس اصبح ضعيف الناس مبقيتش قادرة تشتري كاش الا لحاجات الضررية اوي فبالتالي هو لو عايز اي حاجة طرفهية او عايز اي حاجة جنب ازيد من داخله شوية هيتطر يلجأ للتقسيط طبعا دلوقتي حاجة الناس لشركات التقسيط اصبحت اجبر بكتير هنا بقى بيقابلنا مشكلة ان احنا نحاول نغطي كل الكم ده من عملاء قبل بقى ما نتكلم عن المشكلة انت بدايت شركتك في الاول خالص فكرت فيها ازاي اللي انت عايز تام شركة التقسيط جات لك ازاي وبعدين شركة التقسيط يعني انت معنا كده ان انت معاك رأس مال جميل تمام؟ فبالتالي انا ما بقرش اكيد لا لا انت بتدخلينا في حزة صعبة اوه على فكرة لا لازم علشان خطر المشاهد يبقى عارف وعلى دراية كاملة بكل التفاصيل بالشركة اللي هيتعامل معها واحنا دلوقتي ما بنتكلم مثلا عن شركة اي بي اس تمام؟ احنا عندنا تو لاين ماشيين عليها فكرة العميل وفكرة المورد او المستثمر تمام؟ فاحنا بنخاطب الاثنين بنخاطب الفئتين فاحنا عايزين نفهم الاثنين شركة اي بي اس دي ايه تفاصيلها؟ جميل جدا بص يا الفكرة تقتت بصراحة بعد احداث خمسة عشر يناير لما حصلت الازمة الاقتصادية انا احد احد يعني انا واحد من ضمن ناس كتير جدا 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 اقتصروا ويعف ازمة مالية كبيرة جدا بقى انا اصلا قبل احداث خمسة عشر يناير ما كنت الشغال في التقسيط خالص انا كنت مهندس عادي جدا فاتح شركة تدريب هندسي اسمها اي جي تي في منوف وكنت فاتح شركة تانية اسمها بي اف اي في شبين الكوم طبعا كانت شركات تدريب جاست ترينينج يعني لما حصلت احداث خمسة عشر يناير وحصلت ازمة اقتصادية في البلد اصبح موضوع الترينينج في مصر كلها شبر كلوزد يعني اتقفل خالص جات من هنا فكرة ان الطلبة نفسها مبقيتش عارفة يمشي في الشوارع والناس وقفة بالنبابيت تحت البيوت ففيش حد امن على اولاده ان هم ينزلوا ياخدوا كورسات اساسة فاصبح الموضوع بالنسبة لي صعب جدا انا عندي تكلفة سابتة اجارات عمالة ضرائب كل هذا وفي نفس الوقت ما فيش طلبة جاية تاخد تدريب من هنا جات فكرة ان انا درس الكورسات بالتقسيط واعمل الكورس اصلا تقسيط بدون مقدم خالص يعني الكورس اللي كنت ببيعه ب1000 جنيه ابيعه ب1000 جنيه 50 جنيه شهريا الموضوع ده نجح والغربال الجديد ليه شدة دخل الناس كتير جدا والحمد لله عملت فلوس كويسة جدا الموضوع بقى شعشع في دماري شوية ماشي كده ابتقيت عايز اطبقه على كل حاجة في الدنيا لقيت ان هو في صراحة يعني تطبيق موضوع التقسيط على التدريب كان سهل كتير اما تطبيقه على السلع محتاج رأس مال لنهائي على حسب حجم البرودكس اللي انت هتبعيها تمام جات من هنا بقى تأثت ان انا حاول ادخل معاي بارتنرز شركاء او ادرع على تجاري بدوني تقسيط تجاري لان الموضوع كان في التدريب انا لو طلعت بقيت ترينر درست الكورس خلاص مفيش انشي الكورس الفلوس بتاعت الترينر انا هاخدها وانا في نفس الوقت صاحب المكان فاصبح الموضوع ملموم وحتى لو درست الكورس بالتقسيط وجبت ترينر تاني هتدي له حسابه اخر الكورس عبال ما يعدي شهر ولا شهر نص من الكورس هكون لمت من اللي بيدرسه اول قصة دفعت فلوس الترينر فكان عجلة ودايرة كان الموضوع في التقسيط بصراحة في التدريب سهل جدا وكان ادارته سهلة جدا لما دخلنا في مسألة البرودكس بقى في مسألة السلع الاستهلكية للمستهلكين هنا بقى بان ان الموضوع محتاج رأس مال لا نهائي على حسب حجم المبعات اللي انت عايزة تبعيه زي ماهstem قلنا هنا جاي بقى دول البرتنر زي الشوكاء وجي دولون احنا بندوagon على طجار بيدبوه لنا استجاري و خمس تلاف طريقة نيعهف نجيب بها المنتج لماشه. انت بتقول خمس تلاف طريقة بتعرف تجيب بها المنتج ايه الطرق... ايه من الخمس تلاف طريقة دي كم طريقة بتعرف تجيب بها المنتج تعبيني اقول واحد اثاني، اتلاف فانا جاي اتزنق أهينا النار ده صار تلازم بقى او stretched ايز مشكلة طيب بصي بقى موضوع مثلاً البرتنورز مثلاً اللي هما الناس اللي بيخشوا معنا الشواكاء الناس اللي بتبعينينا إس تجاري يعني أنا أفتكر أول فرع فتحته في بلاقي الدكور مثلاً قبل ما أفتح فرع المهانسين ده فرع المهانسين ده بقاله 3 سنين تقريباً أول فرع فتحته في بلاقي الدكور ده أنا أصلاً فتحه تقريباً هالناس ستستغرب جداً لذوقتي أنا فتحه بدون وقص المال أساسي خالص زي بقى؟ روحت التاجر زي حضرتك كده بيصق فيها جدا عن طريق منوف عن طريق شركة منوف طبعا قلت له أنا محتاج بس التاجر ده ممكن يكون بيسمعنا دلوقتي اسمه محمدا براية في شامة قلت له أنا محتاج شامة دي مكان اه شامة دي حتة في المنوفية قلت له أنا محتاج بس توقف معي وقفة أولية كده تديني بس 30 لاب أبدأ بيوم فارع بلاق الدكور وكان الراجل جزالله خيران اداني 30 لاب استجاري على 12 شهر أنا خدت بنسبة وبيعت الجمهور بنسبة تانية مع فرق طبعا هيا مش ربح الكاش الموضوع بقى ابتدى يكبر سنة بسنة ودخلنا زي ما قلنا 5000 وي نعرف نجيب بها البضاعة كده دي طريقة الشركة طيب الوقت بقى في لا ده في 5000 طريقة ما احنا ما انا بقولك قل لي كذا طريقة من اللي انت تعملت بيها في شركات يعني احنا برضو الناس قل لك ايه طب مع تقصيد بقى وفوايد وبيحط علينا فوايد قد كده قل لي الطرق وبعد كده نخش الموضوع الفوايد بقى ماشي بص مؤخرا مثلا بعد ما عملت الكامبين مثلا على السوشيال ميديا جالي ناس تجار اتعرضوا معايا وعملو لي كمان عقد مع وزراء الطبيعة والتعليم والدنيا استجار وتجار طوال جدا انسق انحالات من دي كتير بالاضافة لفكر الباك اللي هو اصلا بيعمل سيلف فينانس اللي كده كده هيجي الواحده في الكلام معنا ماشي فالموضوع بليه اكتر من وي يعني ايه بقى اللي بيمايش شركة اي بيقس عن اي شركة فيها تقسيط لا كتير نقول مميزات ماشي نحاول نسكو اللي هفتكو يعني اول حاجة احنا مد ما اشتريتش منتج بعينه يعني احنا مش عندنا رتيل اقول لك والله هي التلاجة دي اللي عندنا فلازم تشتريها انت بتختار المنتج اللي انت عايزها بالليسبيكس اللي انت محتاجها فواحد عايز زي ما قولنا قطع بيارة سيوات هجيب له حتى لو مش منتج مش عندي همتلكه عشان الموضوع يبقى شوعي وبعد كده ابيعه فدي اول حاجة حرية اختيار المنتج اي امكان ايه المنتج ده سواء خدمي او عيني تمام تاني حاجة احنا خدمي او عيني كفلوس لا فلوس ما بنطلعش فلوس ما بطلعش فلوس اه لا لا ايوما سلع اه ايوما قردنجار نافعا فاربة ماشي كده احنا بنطلع يعني او كمان يا جماعة عشان موضوع الحرمانية برضو والتقسيط والكلام ده كله هو بعيدا تماما عن الربا ايوما قردنجار نافعا فاربة انا مش هديك فلوس في ايدي بس اجيب لك المنتج اللي انت عايزاه احل الله البيع وحرم اربا ماشي واجمهور اهل العلم على ان بيع التقسيط جائز احنا مش في برنامي الديني برضو 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 بنتكلم لا 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 برضو بنتكلم في كل التفاصيل عشان نات كتير بتبقى بتسأل اسئلة دي جمهور اهل العلم على جواز بيع التقسيط جمهور اهل العلم على جواز بيع التقسيط احل الله البيع وحرم اربا انا مش هديك نقد بس اجيب المنتج وامتلك وبعولك تمام ماشي كده والفوائد مالها الفايد يعني النسبة بتاعتها الفايدة بالنسبة للتقسيط العادي 3% في الشهر بعد استحقاك الحافظ ما معنى يعني لو قلنا السلعة تمانها مثلا 1000 دنيا في الكاش هدي تقسطها مني على شهر راح تبالك بـ 1030 تمام هتقسطها مني على شهرين هتبقى بـ 1060 هتقسطها مني على ثلاث شهور هتبقى 1090 طب عايزة اعرف كيمة الاس الشهري اقسم الكيمة الاجمالية عاد أشهر السدد سهل هو بسيط تمام نكمل بقى ايه تاني بقى ننسيت نكمل الشركة والمزايا ومزايا شركة IPS اللي بتتميزها عن باقي شركة التفاصيل احنا اطول فترة ساعدة في مصر والعالم فترات الساعدة عندنا بتدى من 3 شهور حتى 140 شهر يعني كده مع العميل 138 فترة مختلفة يختار بينهم الفترة اللي تناسبه على حسب امكانياته المادية تمام ماشي احنا الشركة الوحيدة اللي بتبيع بأنظمة تقسيط استثمارية أنظمة تقسيط استثمارية زي نظام الاستباك اللي ممكن تشتري استراجع لك الجزء من الفايدة ممكن تشتري استراجع لك الفايدة كلها ممكن تشتري استراجع لك الفايدة كلها وجزء من الكاش ممكن تشتير استراجع لك الفايدة كلها والكاش كله وممكن تشتير استراجع لك الفايدة كلها والكاش كله وزيادة وعندنا كمان أنظمة اسمها است بروفت باك أو قاعدة اسمها الاست بروفت باك قاعدة الاست بروفت باك دي برضو فيها أنظمة بيعية كتير جدا خلاصة أنها بترجع 100% من الفايدة أرضيش إلى ذلك كمان موضوع الكاش باك إنها ممكن أبيع أي منتج تحت أي ائتمان بقى لأن الكاش ده العميل هيكيش فممكن أبعلك أي منتج ملوز سقف ائتماني يعني ممكن منتج بمئة ألف، ممكن منتج بمليون، ممكن منتج بعشرة مليون، ممكن منتج بمئة مليون أنسون، أبعليك كشف واجعلك فلوسه تاني، ممكن رجعلك جزء منها، رجعلك كلها، رجعلك كله زياد أه، أنا بقى فيهم استباك استباك وكشباك وكلام، هترجع الفلوس دي إزاي؟ طبعا نضرب مثال بقى أنا فيهم الأول نبدأ باستباك الاستباك الاول كان نقول installment back هي قاعدة حوال 6 انظمة فرعية يعني قاعدة الاستباك دي جواها 6 انظمة اول نظام installment back تاني نظام easy crazy installment back تالت نظام magic installment back رابع نظام extra magic installment back خمس نظام quick light installment back سادس نظام triple break installment back طبعا احنا مش فهمين يا حاجة فحضرتك هتوضح لنا مش مشكلة الاسماء يعني انسي الاسماء خالص يعني تبقى المسميات دي يكني مولتهاش اصلا يعني المسميات دي يعديها لانها فعليا مش هتفرق مع المشاهد او المستمع حاجة بس خلاصة مسميات الانظمة دي ان فيه انظمة ممكن ترجع جزء من الفايدة للعميد فيه انظمة ممكن ترجع الفايدة كلها فيه انظمة ممكن ترجع الفايدة كلها هنقول بعد ما انا اذكره فيه انظمة ممكن ترجع الفايدة كلها وجزء من الكاش فيه انظمة ممكن ترجع الفايدة كلها والكاش كله فيه انظمة ممكن ترجع الفايدة كلها والكاش كله زيادة تعاني مسك مثلا النظام بيرجع الفايدة كلها والكاش كله وليكن النسطول من تباك ده النسطول من تباك تعالي نتخيل أني ما عليك اشتريتي مني سلعة وليكن اصطها ألف جنيه شهريا لمود 60 شهر تمام بعد ما تخلص الأقصات تعالي خد الفلوس تاني معكوسة ألف جنيه في الشهر لمود 60 شهر ده لو عايز تستردها معكوسة فهيئة أقصات طب عايز تأخذها دفعات سنوية يبقى تأخذ الفلوس دي على 3 دفعات سنوية يعني إما الستين ألف اللي انت دفعتهم دفعت دلوقتي ألف جنيه في 60 شهر دفعت إجمالي كم؟ 60 ألف جنيه إما ترجع تأخذيهم ألف جنيه شهريا تاني على 60 شهر في هيئة استمعكوسة يعني خلصت تأخذي أو بعد ما خلصت مش عايز تأخذيهم تاني مجزئين انت دفعتهم مجزئين بس مش عايز تأخذيهم مجزئين مزاجك كده مثلا ماشي أجع عملك بقى بالنظام السنو على 3 سنوات يعني على أفترض ان انت عايز تأخذي بالنظام السنو وخلصت مثلا واحد واحد ألفين وعشرين تأخذي عشرين ألف ميه واحد واحد ألفين واحد وعشرين واحد واحد ألفين وعشرين واحد واحد ألفين وعشرين عشرين 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 طيب ليه بقى؟ يعني أنا برضو عايز أعرف ليه انت عايز ترجع لناس الفلوس اللي هي دفعتها برضو ايه وجهة نظرك في موضوع الاستباك والكاشباك؟ احنا شاوك طيب أقو يعني أنا برضو عايز أعرف دلوقتي يعني أنا دلوقتي بدفع فلوس قصاد المنتج اللي أنا أخدته وإنت كمان قصدتهول يعني أنت عملتلي مستين لأن أنت جبتلي الحاجة اللي أنا عايزها مش أنت مش فردت علي سلعة وكمان قصدتلي الحاجة على المستوى اللي أنا هقدر أتفعلك به ليه بقى أنت ترجع لي الفلوس دي تانية يعني عايزة أتعافي الشركة بتستفيد إيه مثلا بصي أول حاجة مزية بيعية لتقبل التنافس يعني مزية بيعية لتقبل التنافس يعني هو دايما الناس بتوع علم التسويق قولك إيه لازم يكون عندك مزية نفسية بس إحنا حطينا قائد كده جميل قلنا مزية بيعية لتقبل التنافس لأنها لو قبلت التنافس لم تصبح مزية بيعية وأصبح لزاما عليك أن تبحث عن غيرها فلم تعود مجددا بعد يعني أي مزية بيعية يعني كل الناس لو وجدك أي كتاب في التسويق كبير أو صغير هيقولك لازم يكون ليك مزية تنافسية لازم يكون ليك مزية بيعية أو مزية تنافسية بس إحنا حطينا القائد إن لو حد عرف يقلد المزية التنافسية دي ما بقيتش مزاياة نفسية فطبعاً موضوع الاستباك والاستبوفد باك والكاش باك لما نعملهم مزاياة نفسية وما حدش هيجو يقلد الكلام ده لأن الكلام ده مبني على على دروسات جدوى مالية أنا مش جبت توك توك فاني يعني أنت هتكسب في اللي أنت تتعمل أكيد طبعاً هقول هقول أنا جاي ماشي كده يقين أن هكسب بس خلاني يقول إحنا هنستفيده وبعد كده هكسب إزاي يعني المكسب استفادة فأنا عايزة عارف إيه اللي الشركة بتستفيده أصاد لأيه بترجع الفلوس طبعاً أول استفادة قلنا إيه مزاياة تنفسية لتقبل التنفس تاني حاجة تخليق منفعة مشتاقة لكده الطرفين البايع على المشتري تجبر العميل أو تدفع العميل للشراء تمام ثالث حاجة تنشيط السوق البيعي السوق أصلاً فيه ركود فلما أنا أقول لك تعالي اشتري است وارجعلك الفلوس تاني لو فيه خمس تلاف شركة غيري في مصر بقصته هتميزيني وتيجي تشتري مننا است لأن أنت عارفها هتوح عن شركة X و Y و Z هتشتري است ومش هرجعلك حاجة أما لو اشتريت مننا تقسيط ورجعلك الفلوس أكيد أنا أميز منهم بكتير طب لتأكيد هتعمل احتقار للسوق هو ده بس احنا مقناش ده عامل احتقار والدخلنا في متاهات الله يستورك مش عايزين مشاكل المهم بعد كده انتشار البراند لما يبقى أنت عندك مزايا قاتلة بالشكل ده ده مزايا غير عادية انت بيعي X تترجع الفلوس تبيعي X تترجع الفايدة تبيعي كاش ترجع الفلوس طب ما دي كده مزايا غير عادية هتأثر في الآخر على الحاجة اسمها انتشار البراند طبعا انتشار البراند هو أكبر مكسب ممكن تعمله أي شركة في الدنيا في شركات أصلا لما بتريت يعني بتريت اشتهر الأول بتعمل حاجة اسمها سياسة تصويق بالعينات المجانية يعني ممكن واحد مثلا يفتح محل حلواني وده مثال بسيط جدا انت لايه فاقف حد على باب المحل عمال يوزع قطعة بزبوسة لكل المعدي هل ده كده غبي مثلا لا طبعا هو بيتسوق للأنواع اللي موجودة داخل المحل لا هو بيدوقك بعد كنت مش هتسبيه نفس القضية انا العميل لو دخل عندي واشترى مني استوعير في الشركة ولقى التعامل محترم انا بيعطوله المواد استباك حتى لو لغيت نظام الاستباك ده فيما بعد خلاص هو ارتاح في الشركة يكمل فيها يعني حتى لو اعتبرنا ان نظام التسويق بالتقسيد باك او بالاستباك نظام تسويق بالعينات المجنية مع انه مش كده خالص يعني بس حتى لو افترضنا ان هو تسويق بالعينات المجنية يعني انتم ممكن ان الشركة بتاعتك تبدأ تنزل توازع الناس تلاجات وتلفزيونات لا 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 ده دي العينات المجنية اه لا احنا بقول افتراضا لو اعتبرنا ان الاستباك ده تسويق بالعينات المجنية وليس كذلك هنبقى برضو كسبنا لان حتى لو لغينا الاستباك ده بعد كده احنا دخلنا اكبر عدد ممكن من العملاء لو العملاء دول لقوا الوضع عندنا كويس والمعاملة كويسة وشركة محتوى ما ايه لا يحصل هيكملوا معانا حتى لو لغينا الاستباك وان شاء الله مش هنلغيه يعني فيبقى بعد كده ان احنا لو نشرنا البراند اللي هما بيقولوا بقى بعد كده نعمل ايه احلال المنتج في عقل العميل البوزيشنين جدا عارفة ان انت بنينما تفكر تقسيت مثلا زي مثلا ان افتريت كده جدلا يقول لك منينما يفكر واحد يشتري ملابس كويسه يقول لك كوتونيل مثلا هو شميعنا بيفكر في كوتونيل وشميعنا بيفكر في تشيبه لان مثلا تشيبه كوتونيل مثلا هما اللي تنندل في مجالهم مميزين انا برضو عايز اي حد يفكر في التقسيت achieve لاיא لانهم مش هلاقي شركية تقسيت في مصر ترجع له جزء من الفايدة مش هلاقي شركة تقسيط في مصر ترجع له الفايدة كلها مش هلاقي شركة تقسيط في مصر ترجع له الفايدة كلها وجزء من الكاش مش هلاقي شركة تقسيط في مصر ترجع له الفايدة كلها والكاش كله مش هلاقي شركة تقسيط في مصر ترجع له الفايدة كلها والكاش كله وزيادة يبقى هو منين ما يفكر في التقسيط بيرجع لي بقى انا كده ايه الرولز بقى اللي تخلي فعلا الناس ترجع لها الفلوس شنعرف برضو ما هو مش اي رولز تخلي الناس ترجع لها الفلوس او الكاشباك او التقسيباك يعني الوقت ما بقصت منتج عنتج مثلا اجيت في رولز عشان خاطر ترجع لي الفلوس اللي انا دفعتها كلها ايه بقى رولز الشركة دي انت مش كنت عايزة تسيبيني اكملك ان انا بكسب ازاي نكمل بس برضو الموضوع ده رولز ماش طيب رولز بصي هو عقد ادبي خلصته ان انت مش يعني بص احنا مش بقول لعميل عشان تشتري مني استباك واجعلك بلوس تجي تشتغل معي عقد اللي معك بيونس ان انت لو كنت ملتزم في سهل الاقصات يرجع لك الفلوس تمام وفقا للنظام اللي انت اتفقت عليه في الاسترداد عايز تسترد شهري بعد انتهاء الاقصات ماشي عايز تسترد سنوري بعد انتهاء الاقصات ماشي عايز تسترد الفلوس كلها على دفعة واحدة بعد حجبة ثابتة من الزمن ماشي فضلا اصلا ان فيه انظمة ممكن ترجع لك الفلوس كلها دفعة واحدة بعد انتهاء الاقصات بشهر يعني الي الاستوباك ده مثلا بيرجع الفلوس على ستين شهر او على ثلاث سنوات او على أسف علي أربع سنوات او على ضفعة واحدة بعد ثلاث سنوات فيه انظمة تانية زي للإستراماجيك مثلا بالأوما تخلصي اليقصات ترجعلك الفلوس كلير ضفعة واحدة بعد شهر واحد منتينходит الله futuro فيه انظمة كتير فيه انظمة بترجع الفلوس دفعات وفيه انظمة بترجع الفلوس بضفعة واحدة طيب انا فردم دلوقتي كده مثلا ما صدرتش القصة في معاده خلاص هتفكري وفكا للتعاقد لو شهر واحد يطبق عليك ما نص عليها عقدا ده عقد ده رزل في العقد يطبق عليك ما نص عليها عقدا ممكن العقد بتاعك يكون بيقول شهر ممكن العقد بتاعك يقول شهوين ممكن العقد بتاعك يقول تلاتة اللي احنا كاتبينه في التعاقد هو ده اللي احنا هنوفي بيه للناس تمام كده؟ تمام تبال الوقتي كده مثلا في حد عايز اشتري مثلا عقار ماشي ماله العقار هجيلك انت هتقدر تقصطلي العقار؟ او عايز اشتري سيارة هجيلك هتقدر تقصطلي السيارة؟ لا العقار بص يقول اي منتج فوق العشر تلاف جنيه العقارات والعادة والسيارات اي منتج يفوق العشر تلاف جنيه مش بنبيعه بنظام الاست العادي خالص من ايه بيعه ازاي بقى؟ بنبيعه بطريقتين اما كاشباك واما استباك الكاشباك تشتريه كاش وارجعلك الفلوس اما شهريا على تسعين شهر او سنويا على ست سنوات او ضفع واحدة بعد خمس سنوات الاستباك بنشترط ان انت تدفعي خمسين في المية من قيمة الوحدة في الكاشباك وبعد كده قصطلك الباقي على خمس سنين بفايدة خمسة في المية بس للسنة يعني افترض العقار اللي واحدة مثلا قيمته مليون وثمينمائة الف في الكاش طب انت عايزة تشتريه مني بنظام الكاشباك ويوجعلك الفلوس كلها خلاص هتعدي مليون وثمينمائة الف جنيه طيب في المقابل وانت بتستلمي الوحدة التسليم عندنا فور يعني احنا مثلا عندنا ستين يونت تقريبا في المهندسين بنسلمهم فوري تسليم فوري تستلم الوحدة بالمفتاح ويرجعلك فلوسها كلها تاني بس هتدفع ايه؟ كاش نفترض الوحدة اللي انت جيت استلمتها مني في الكاش دي قيمتها مليون وثمينمائة الف جنيه دفعت الفلوس كاش استلمت عقدك سجلته لك شهر عقاري تسجيل نهائي يعني الوحدة في حياستك تقدر تستثمرها تقدر تبيحها تقدر تأجرها تاني يوم مليش اي علاقة بيك مع نفس في نفس الوقت اللي احنا بنكتب فيه لعقد بديلك شكات ضد بقيمة الوحدة اجمالية سواء بقى بالنظام الشهري يبقى تبني غريب النظام ده احنا طيبين اوه لا لا بقيد النظام ده غريب يعني انا يعني انا ادفع الوقت ادفع اشتري حاجة هترجع لي الفلوس بتاع لا بقيد النظام ده غريب يعني مش اي حد انا ما فيش فيش شركات تانية بتعمل النظام ده كان فيه شركة عاملت النظام ده وما معرفتش ما استمرتش معرفتش تمركتنج دي كويس وبعنين الفينانشال انالسيز بتاعها كان سيء فما نكحيتش دون ذكر اسم عشان شركة دي كبيرة جدا فعملتها بالضبط من ثلاث سانوات ماشي كده مش هنسكر اسمها تبقى انتو بالكوا قد ايه في الموضوع ده احنا في التقصيط تقريبا انا انا مسلا التقصيط ممكن نقول مسلا 7-8 سانوات 7-8 سانوات بس كان برضو فيه نظام الكاشباك والاستباك وكلام ده الاستباك اول ما طبقته الناس تخش تصرش كده على صفحة اسمها بي اف اي فري كورسز هتلاقيني كنت مطبق فكرة الاستباك دي والكاشباك على كوسات من حوالي 5-6-7 سانوات على صفحة اسمها بي اف ري فري كورسز بس كان الفكرة ما كانش اسمها كاشباك واستباك ساعتها كنت ساعتها راجل بتاع ترينينجو بتاع هندسة وبتاع الكلام ده فكنت مسمي الفكرة سيف هالك انفستمنت ايديا اللي ساسمها العملاق الامن انا كنت بخاطب طلبة هندسة ومعايدين هندسة ودكاتة هندسة فكاتل اسماء بتاعت الافكار ساعتها كتاسماء مكالكعة كده على قد مستوى الناس اما لما نزمنا كوميرشيال في التجاري بقى انا نختار اسماء بسيطة وقصود بسيطة اشنا هتناوصل معلومة ايه المشاكل بقى لوجهتك مع العملاء مشاكل في ايه في التقسيط تعامل عادي مك العميل يتعثر طب بتعمله ايه بقى مع العميل بعد اللي قدر لا تعثر عالصداد بتوع الكلكشن بقى بتعامله معاه مرة اثنين تلاتة عشرة ما استجابش بتوع الكلكشن برضو يقوموا مكلمين الضمان بتوع مرة اثنين تلاتة عشرة ما استجابش ينزل بعد كده حاجة اسمها البيفور بلاك معاملة اجريسف شوية ان هو بينبيه وخد بالك كده الموضوع دخل في محارة الرسك ما جابش نتيجة مع البفور بلاك ده في خلال ايه الموضوع ده يعني انت دار تقولي ممكن تلاتة شهور مثلا نبتدي بقى نمشي بتاع البفور بلاك والبلاك وبعد كده الكنيون كالأتاك الشهور القرونية يعني بتدي الموضوع ياخد نصرات طبيعي في كل شكل تقسيط تيه ناس اتعصرت بشكل كبير جدا لو وصل مرحلة للسجن بتاعه هو انا الان ان الحمد لله ما فيش حد تسجن بسببه الحمد لله يعني بقى لي تقريبا كما ست سبع سين ببيع بالتقسيط الحمد لله لم يذكر في تاريخي ان حد تسجن بسببه طيب ايه الانظمة الجديدة لشركة اي بي اس بتفكر ان هي تدخل فيها انظمة تفكر ولا امتبقاها فعلا لا تطبق انظمة جديدة بقى تطبقها داخل الشركة احنا مطبقين فعلا حاجات جدا كتير ماشي اوكي الريزي موجودة خلاص ايه بقى التفكير اللي هو المستقبلي يعني الشركة عايز لها ايه قدام اكيد لازم تدخل السؤال اكيد مش سؤال مش صعب للدرجة لا 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 عايز لها قدام دي انا انا مصامل ان شاء الله ان نكون اكبر شركة التقسيط في مص ثم من اكبر الشركات العالمية ان شاء الله لا تيش رولز جديدة انت هتدخلها في الشركة يعني حاجة زي جديدة مثلا زي استباك مثلا بتفكير جديد لا لسه احنا مدخليني يا دوبك اهو كاشبك على العقاوات تمام ولسه مدخليني يا دوبك اهو ده لسه أصلا ده لسه العقاوات ده لسه 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 بدقيني بيع فيه احنا حاولنا قبل كده ندخل الموضوع من فترة كبيرة بس الحمد لله لسه نكحين فيه لفترة اللي فاتت دي طيب فكرة المستثمرين بقى الناس بقى اللي هي بقى عايزة تخش تدفع فلوز ايوه بس نقطر تشغلها اه ايه الناس او حجم الناس اللي اتعاملت معاك في هذا الموضوع حجم كبير ولا لا اولا اصلا ما بحبش الموضوع ده اساسا هم ما بحبش موضوع الناس كنتبش بتقبل اسم السمريت لا بصي بنعمل بارتنرز شراكات شراكات اه يعني انا مثلا اه انتي معاك رأس مال تمام تخشي معايا شركة هم وتقعد تدي رأس مالك بنفسك هم معاك رأس مال كبير لاني شراكات تقسيط محتاج رأس مال كبير هم فاقولك انا مش اخد منك فلوس انا مش اما بحبش انا موضوع لما الفلوس ده ماليش فيه خالص ما بحبوش بس ممكن اسمحلك لو انتي رأس المال اللي معاك كويس اخليك بارتنر تعودي بفلوسك وتبقى شريكا معايا في المكان تبقى مساعد بدون مشتريات تشريفة على حركة البيع وحركة الشراء وحركة التحصيل يعني الشركة اي بي اس بتقبل شركاء ان هم يدخلوا يبقى مش فكرة مستثمرين ياخد شوية فلوس عشان يشغل شغل لا لا مستثمرين ده يشتري مني بقى بنظام الكاشباك هو يشتري مني منتج بنظام الكاشباك هيحقق اللي هو عايزه وانا برضو بقى حققات اللي انا عايزه بدون ما اخد فلوس بشكل التمويل ازاي جميل بص فكرة الكاشباك عموما الكاعدة الكاشباك والدي فيها انظمة كتير من ضمنها اصحى النظام احنا شغلين عليه اسمه ايزي كريزي كاشباك الايزي كريزي كاشباك ده بقولك اني مكسب الشركة انا هردهولك 300% لا ما فهمناش لا عايزين نفهم طب عايزين مسالة وضيحة بالحسابات شوية هقولك والله نفترض مثلا ان انا كسبت منك في العقار اللي وراقي ده مثلا 90 الف جنيه انا كسبت منك نيجي تشتريتي مني العقار ده بـ 270 الف جنيه 270 الف جنيه انا كان كل مكسبة فيهم 90 الف جنيه ارجعلك 300% من مكسبة يعني 90 الف جنيه اللي انا كسبتهم منك هرجعهم لك كده كم اضرابي 90 الف في 3 طبعا يبقى انا كده هرجعلك 270 الف جنيه اه وارجع اقولك الـ 270 الف جنيه دول هدهملك بتلت اشكال يئما شهري على 90 شهر يئما سنوى على 6 سنوات يئما تغديهم بلق واحد على دفع واحدة بعد 5 سنوات طبعا موضوع ده كده المشاهد ما يعقفش هو كده كذبانه الخسران بس لو جاء نقول ان لو اعتبرنا ان ربح الشركة اللي هو 90 الف جنيه دول لو اعتبرنا ان المشتري او المستثمر بالنظام الكاشباك اصلا يعرف يجيب المنتج بالقيمة التجارية علي يبقى كده اكيد ان هو استثمر معي 90 الف جنيه لو افترضنا ان هو يعرف يجيب المنتج بالقيمة التجارية وان كان ده مستحيل بس لو افترضنا ان هو يعرف يجيب المنتج بالقيمة التجارية يبقى هو اكيد انه استثمر معي كم 90 ألف طبعا 90 ألف دول رجعوه كام؟ رجعوه 270 ألف جنيه يعني لو حطينا 270 ألف جنيه اللي هو القيمة المرتدة الإجمالية في نص الصفحة وطلعنا منها ساهمة في الناحية اليمين اللي هو 90 ألف جنيه اللي هي أرباح الشركة اللي هي بالنسبة للمشتري بنظام الـ Easy Crazy Cashback بالنسبة له assets وصول زائدة وطلعنا من ناحية الشمال 180 ألف جنيه لأن 90 ألف زي 180 ألف هي 170 ألف فالـ 90 ألف بالنسبة له وليه أرباح الشركة بالنسبة له assets وال180 ألف بالنسبة له هو profits لأنه هو مكسبنا التسعين ألف إحنا هجنع نهوله وكسب فوقيه 180 ألف يبقى كده نقف فقه حلقتنا عند المكتب وإحنا هنكمل طبعا هنتابع حلقتنا إن شاء الله المرة الجاية في برنامجنا business is business مع المهندس الجميل محمد علوان أعزائي المشاهدين هنتابع إن شاء الله الحلقة الجاية مع المهندس محمد علوان وفكرة business is business وفكرة الكاشباك وفكرة التأسيد وفكرة الاستثمار وفكرة الاقتصاد وفكرة العقارات هنتكلم كثير جدا عن سوق الاقتصاد المصري وسوق الاستثمار المصري عامة نشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية بإذن الله ويرب تبقى ليلة سعيدة عليكم وكل مصر تفضل بخير شكرا لكم عزائي المشاهدين